اليوم مثلكم عارفين السوق المملكة وسوق الدول الخليج سوق ضخم جدا وواعد في مجال الاستشارات والتدريب يزيد حجم السوق عن 20 مليار ريال سنويا مع نسبة نموه مركب تزيد عن 8% وتركيز المملكة ودول الملطقة اليوم في مشاريع التحول والتوسع اللي قاعدين نشوفه في الجهات الحكومية في التخصيص وغيره يدعم أعمال الشركة بشكل مباشر حيث أن شركة الثروة البشرية اليوم هي شركة متخصصة في استشارات وتطبيق رأس المال البشري اللي هو عنصر أساس في العديد من مشاريع الرؤية ومشاريع التحول اللي قاعدين نشوفها اليوم وأفردت المملكة مثلكم عارفين ببرنامج متكامل لتنمية القدرات البشرية وشركة الثروة اليوم متقاطعة معها بشكل مباشر اليوم في حال عملية هذا الاكتتاب العام وتحصلات هذا الاكتتاب كيف سيتم تخصيصها بالنسبة للشركة في إطار أعمالكم وتوسعاتكم؟ سؤال رائع اليوم في شركة الثروة اليوم نستهدف التوسع في عدة محاور المحور الأول التوسع التخصصي الأخقي والعمودي بمعنى اليوم عندنا تخصصات دقيقة نعمل فيها مثل تخصص الاستشارات الرأس المال البشري استشارات التمييز المؤسسي نستهدف التوسع التخصصي في مجالات أخرى مثل الاستراتيجية وإدارة المشاريع التحول بالإضافة إلى ذلك عندنا رؤية للتوسع الجغرافي بمعنى التوسع في المملكة العربية السعودية انطلاقا من مقرنا الأقليمي في الرياض إلى دول الخليج اليوم الحمد لله افتتحنا مقرنا في الإمارات العربية المتحدة ومهورية مصر العربية ونطمح للتوسع بشكل أكبر فيها النقطة الثالثة في التوسع التوسع في التقنية والاستثمار في الذكاء الصناعي هذا جزء مهم جدا في عملهم سيدة عبدالله اللافت اليوم إن كنتم ترصدون في عملية الطرح من المستهدفات بالنسبة للقيمة التي تتطلعون لجمعها من خلال هذا الطرح وأيضا كم تخصصون لعمليات التوسع كما ذكرت هناك توجه لإفتتاح أيضا فروع جديدة إن كانت خارج إطار المملكة هذه التوسعات كم ترصدون لها والطرح تحديدا كم تعتزمون أو تتطلعون لجمعه من هذا الطرح عظيم سهدف الجامع ما يقارب من الأربعين إلى خمسين مليون ريال حسب طبعا سعر السهم الذي يدرج لاحقا بالنسبة لمشاريع التحو التوسع التي ذكرتها سنخص لها أكثر من ثمانين في المائة بحول الله تعالى من متحصلات الطرح نعم ثمانين في المائة في حال اليوم التعاون ما بين الشركة وأيضا الحكومة السعودية وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار البشري لو تحدثنا عن حجم العقود الحكومية اليوم بالمملكة ممتاز طبعا نحن ولله الحمد من عشرين 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 أربع ثلاث وعشرين ولله الحمد نفذنا أكثر من تسعين مشروع مع جهات حكومية وقطاع خاص بقيام مالية تزيد عن مئة وخمسين مليون ريال خلال عشرين أربع وعشرين لوحدها عندنا تقريبا أكثر من ثلاثين عقد قائم بقيام مالية تزيد عن تسعين مليون ريال ولا زال في السنة بقية ولله الحمد ومتوقعين إن شاء الله تعالى ننهي العام عشرين أربع وعشرين بالنسبة نمو تزيد عن عشرين في المئة عن عشرين ثلاث وعشرين اللي كانت حول تسع وسبعين مليون ريال نعم سيد عبد الله يعني أيضا اليوم ما يتطلع إليه المستثمر هو التوزيعات النقدية سياسة التوزيعات النقدية التي قد تكون منتظرة من قبل الشركة بعد عملية الإدراج بالنسبة للتوزيعات النقدية زي ما تعرفين الشركة الثروة اليوم داخلها سوق نمو سوق نمو المفترض فيه التركيز بشكل أكبر على النمو والمنظمة فلذلك اليوم التوزيعات النقدية أكيد ستكون لها إن شاء الله استراتيجية واضحة تضعها الشركة بعدما تدعم بالمقام الأول خططها التوسعية وخطط النمو ومن ثم نصل إلى مرحلة التوازن التي تعطينا القدرة على التوزيعات مستقبلا إن شاء الله وفي إطار هذه التوسعات وأعمالكم اليوم كم تقدر حصتكم السوقية في المملكة لأداء هذه الشركة وفي ظل المنافسة التي نشهدها أيضا في وسط هذا القطاع اليوم ولله الحمد شركة الثروة فيما يخص استشارات سوق استشارات الرأس المال البشري نقطة قوتنا لما بدأنا الشركة اليوم نتحصل على 7% من حجم السوق ونطمح لزيادتها من خلال الدخول على مجالات أخرى بالإضافة إلى توسيع التوسع في هذا المجال لنعمل في حاليا وحجم مبيعاتكم تقديرا كم من المتوقع أن نرصد لها خلال نهاية عام 2024؟ نتوقع إن شاء الله أن نصل إلى 90 مليون ريال لعام 2024 ونحن نتمنى لكم كل التوفيق سيد عبد الله بن مرضي الزهراني العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لشركة الثروة البشرية كنت معنا أولا على شاشة لكي نتمنى لكي نتمنى لكي نتمنى لكم ترجمة نانسي قنقر